السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا الدرس الجديد وهي الزاوية القائمة على الصفحة 45 من كتاب رياضيات لسنة ثالثة ابتدائي بداية بهذا الدرس نأتي بورقة ورقة بيضاء نقوم بطيها إلى نصفين بهذا الشكل ثم نطويها للمرة الثانية في الاتجاه الآخر بحيث ينطبق أطراف الأوراق مع بعض بهذا الشكل إذن عندما نقوم بطي الورقة يخرج لنا هذا الشكل وهو المركز تعلورقة هذا المركز هذا يصنع لنا شكل تاع زاوية قائمة إذن هنا تصبح لدينا زاوية قائمة ننزولها بهذا الشكل هذه زاوية قائمة نفهم؟ الآن كيف نوعين الزاوية القائمة وكيف نستخرج الزاوية القائمة قمنا بهذا المراحل نلقينا الزاوية القائمة الزاوية القائمة نجدها في حواف الطاولة في حواف الكتاب مثل هذا الكتاب حطوا عليه الورقة هذه إذن هذه عبارة عن زاوية قائمة كيف نعرف الأشكال نشوفها اللي تشبه الأطراف التعالى الطاولة أو الأطراف التعالى الكتاب هكذا نقدره نعرفه الزاوية القائمة الآن قال هذه ثلاثة أكواس تعرف على الزاوية القائمة في كل من هذه الأكواس الآن عندنا كوس أو كوس مثال ورهي الزاوية القائمة هل هذه تشبه حواف طاولة؟ لا أو حواف الكتاب إذن هذه تشبه حافة كتاب نقص على هذه الورقة إذن نجي منطبق عليها إذن هذه زاوية قائمة إذن الكوس حلف من زاوية قائمة الكوس فيه زاوية قائمة واحدة من الخارج فيه زاوية قائمة واحدة أيضا هنا زاوية قائمة من الداخل من هنا مش زاوية قائمة وهذه أيضا مش زاوية قائمة إذن الكوس فيه زاوية قائمة واحدة نفهم؟ الآن هنا ورهي زاوية قائمة نشوفه بالورقة هذا هنا ورهي زاوية قائمة هذه زاوية قائمة شوفوا الشكل الثاني الشكل الثاني أيضا هذه زاوية قائمة هنا يا في هذا المثلث أو في هذا الكوس إذن هذه أيضا زاوية قائمة ننظرها بهذا الشكل مربع صغير فقط عند زاوية قائمة فهم الآن قال استعمل القالب الذي صنعته أو الكوس هذا هو القالب الذي صنعناه ولنستعمل الكوس قال ابحث عن الزاوية القائمة في شكل وعلمها ورهي زاوية قائمة في شكل نبدأ بزاوية الأولى ونرح إذن هذا الشكل هذه زاوية قائمة شوفوا زاوية واحد إذن هي زاوية قائمة ولنستعمل الكوس أيضا هذه زاوية قائمة إذن هذه زاوية قائمة روح الزاوية الثانية زاوية ثانية لا الزاوية صغيرة واحد ينطبق لكن الثاني لا ينطبق مع هذا الخط لازم ينطبق مع هذه الحافة والثاني ينطبق مع هذه الحافة لازم مع بعض إذن قلنا ذنين لا لا تنطبق إذن زاوية أربعة أيضا هي زاوية قائمة الزاوية خمسة لا كبيرة جدا الزاوية ستة كبيرة أيضا الزاوية سبعة إذن تنطبق الزاوية سبعة تنطبق نديرها زاوية قائمة ثمانية لا تنطبق تسعة إذن التسعة أيضا زاوية قائمة عشرة إذن عشرة كبيرة جدا إذن شحلقنا هنا زاوية قائمة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هناك أربع زاوية قائمة لأن قال أرسم مثيلا بهذا الظلع ثم أرسم زاوية قائمة هذا أحد أظلعها إذن قالنا نعود نرسم هذا الظلع في الكراس ونعين له ظلع آخر يرسم منها زاوية قائمة هذا أحد أظلعها إذن الزاوية القائمة فيها ظلعين هذا الظلع الأول وعندها الظلع الثاني باش ننسو الزاوية قائمة باش نرسم الظلع الثاني نرسمه بالكوس لازم هذا ينطبق مع الجهة السفلة ونرسمه مستقيم أو ظلع عمودي على هذا المستقيم باش نصنعه زاوية قائمة بهذا الشكل إذن هنا بدت عندنا زاوية قائمة نرسمه هنا قلنا هذا هو الظلع نحط الكوس على مطابق للذلع ثم نرسم الخط الثاني الذي يرسمنا الزاوية القائمة بهذا الشكل إذن أصبحت لدينا زاوية قائمة نفهم؟ قال ماذا تعلمت؟ نستعمل قالبا كالذي صنعناه إذن نستعمل قالبا كالذي صنعناه أو الكوس للتحقق إن كانت الزاوية قائمة أم لا وكذل رسمها في الرسم نستعمل الكوس ما نقدرش نستعمل هذا الورقة أو القالب إذن نبدأ من اليوم فصاعدا نستعمل الكوس لإنشاء الزاوية القائمة وكذا التحقق من أن الزاوية قائمة نروحوا ندروا كتاب النشاطات ندروا تمارين على الزاوية القائمة إذن نقوم بكتاب النشاطات على الصفحة 29 قال استعمل هنا قال استعمل القالب أو الكوس وابحث عن الزاوية القائمة في الشكل المقابل وعلمها إذن نحوسوا على الشكل اللي فيه زاوية قائمة قلنا نبدأ بمثال هذا الشكل ندروا الخط ينطابق إذن هذه الزاوية كبيرة روحوا الزاوية هذه إذن هذه زاوية قائمة روحوا الزاوية الخارجية إذن هذه أيضا زاوية قائمة ولنشوفوا الزاوية اللي تشبه للكتاب إذن هذه كبيرة هذه كبيرة هذه تشبه لطرف الكتاب انظروا تشبه طرف الكتاب نجربها كبيرة قليلا انظروا كبيرة قليلا إذن هذه مش زاوية قائمة نعود نتأكد انظروا كبيرة قليلا لا ينطبق على المستقيم مع الكوس إذن هذه مش زاوية قائمة أيضا هذه كبيرة بزيف هذه هذه زاوية قائمة انظروا هذه زاوية قائمة لأن الظلعين ينطبقان مع الكوس إذن هذه زاوية قائمة هذه زاوية كبيرة إذن في هذا الشكل يوجد ثلاث زاوية قائمة الزاوية الأولى الثانية الثالثة روحوا الآن في كل من الحالتين أرسم زاوية قائمة أحد ظلعيها القطعة المعطات إذن عندنا قطعة أو عندنا ظلع نرسمه من خلاله زاوية قائمة إذن كما استعملنا في التمريل الأول نفس الشيء هو عندنا مستقيم أو ظلع يكون منطبق مع الكوس من جهة الزاوية قائمة ونرسم الخط الثاني أو الثلع الثاني للزاوية قائمة باش تبدأ عندنا زاوية قائمة إذن هذه زاوية قائمة نرسمه للذلع الثاني الثلع الثاني كيف ندره لازم نقولنا الكوس يكون الزاوية قائمة أحد أضراعها منطبق مع المستقيم أو الثلع ونرسمه خط ثاني ليرسمنا الزاوية قائمة إذن هذه زاوية قائمة ملتون الآن هنا قال ما عدد الزاوية قائمة في الشكل أوره الشكل نشوف هذا الشكل نحسبه ما حكراً من زاوية قائمة إذن هنا عندنا زاوية قائمة الشكل الثاني هنا في الجهة المقابلة أيضا هنا زاوية قائمة هنا أيضا زاوية قائمة زاوية قائمة زاوية قائمة زاوية قائمة وأيضا من هنا زاوية قائمة نفهم؟ إذن عندنا 1 2 3 4 5 6 7 إذن لدينا في شكل 7 زوايا قائمة نعود نرسم الشكل هنا ننقله في هذا الشكل لأنه عندنا 4 سنتيمتر زاوية قائمة لنرسمها على أساس زاوية قائمة إذن 4 سنتيمتر نرسم 4 سنتيمتر ثم لدينا 2 سنتيمتر إذن نرسم 2 سنتيمتر ثم ثلاثة سنتيمتر نرسم 3 سنتيمتر ثم سنتيمتر ونصف إذن معناه 15 مليمتر إذن 15 مليمتر هذه هي نعين الزوايا القائمة قلنا زاوية قائمة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة إذن 7 زوايا قائمة الآن هنا قال ابحث أو أبحث ما عدد الزوايا القائمة في الشكل ما حال عندنا زاوية قائمة في الشكل نبدأ من الأعلى ونجوم إذن بالكوس عندنا زاوية قائمة واحدة إذن هنا زاوية قائمة واحدة ثم هنا لدينا 2 هنا في الجهة الأخرى 3 هذه أيضا 4 رحل الأسفل إذن هذه أيضا زاوية قائمة ثم هنا أيضا زاوية قائمة 2 زاوية قائمة وهذه أيضا زاوية قائمة الآن رحل الوسط هذه زاوية قائمة إذن هنا زاوية قائمة هنا أيضا زاوية قائمة هنا أيضا زاوية قائمة وزاوية قائمة حسنا لدينا زاوية قائمة نحسبهم 1 نبدأ بهذه 1 2 3 4 5 6 7 8 هنا عندنا 4 8 زايد 4 12 إذن عدد الزوايا القائمة في الشكل هي 12 زاوية قائمة إلى هناك وخلاص معنا الفيديو تعنا لنا اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته